سعيا منها لمساعدة عائلتها من الناحية المادية قررت السيدة سومة دياب من عنابا فتح مشروع المطعم المنزلي ولأن أول الغيط قطرة هكذا كانت بداية الفكرة الفكرة كيف هي بدأت كنت في الصيف أنا وقتي قاعدين نخامر حبيت نخامر في مشروع أنا وياها قلت لها وش رايك نعملو مشروع صغير بصح في الدار مش بارة بس نخاف خدمتها بارة أمبوسيبل الرجل يقبل إيبا هاي طرحت لها وش رايك نطيبو ندي نحل فيسبوك ونكتب عليها سومة دياب مطعم منزلي الأمور تطورت والعروض كانت غزيرة رغم أن الميزانية لم تكن كبيرة كان عندي مئتين ألف با ما نقدر بش عليكم مئتين ألف أبطت شريط حواج نسيسر باركة يعني تعالي بوات بشيط كونتتي كبيرة تاك عباد قلت صادبو معا كونش عمبالي انا رح يجييني الطلب ولا قلت لهم كين غضوة كوسكسي روحت وبدأ وجيوني الطلبات الحق عيطولي صباح وصومة كوسكسي خلينا كوسكسي خلينا فاللون شوي هك خفت بصح بحليك قولت راييه سيبان طنك جيو سعيني أقبل حطيت وجدت لهم الحق كين لي جاء كين ليبعدت لهم وعجبهم الحاجة بإمكانيات جد بسيطة خاطت السيدة سوما خطوات عملاقة وهي للمزيد لا تزال تواقع مش هتبقى سوما بركة غير في الدار برب إن شاء الله تتطور حاجة هادي ويقول له يعفو سوما أكثر وأكثر سوما أخلصت في المطابرة والكفاح فلاقت القبول والنجاح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة